بقى العزراء في حلة حب طيب طيب صراحة الخبر الحلوي شكله جيد بعزراء بصوا بقى اول حاجة القوة بمعنى قلة القوة العزراء الا ان هو مش بيواجه كما يجب شايف قلبه يساكت يعني زينا بنقول مش بيعبر عن اللي جواه يمكن خايف لو عبر ويتكلم حيكون رقته قضى او حيقول كلام جارح كلام يقزي فيمكن عشان كده مفضل السكوت يمكن اه بس واجهي عزراء بطريقة دجلومسية تكلم كده بطريقة دجلومسية الا انه العزراء مسيطر ومرود شخص نسب عقله يعني شخص كبير كده قوي وهيبة وحاجة او حاجة شخصية جمده كده وهو مروود بالطريقة كده بالراحة حاجة من الاثنين داخل على مغامرة نجوز العزراء داخل على مغامرة بيوصفته انه هو شخص طيب وشخص عفوي وبيصرف على طبيعته فطري دي على طبيعته تماما مش في مثل مش بيحط يعني بيتصرف بعقوايا تماما مش مش سائل في الدنيا كرت ايجابي جدا وحلوة قوي وممكن كمان زي ما قلت ممكن يكون مغامرة والعزراء بيصرف على طبيعته حذر فحالة السبونتانيس اللي انت فيها دي اللي هي الدنيا الجميلة دي حلوة بتخد حذرك بره نايت افكابس نايت افكابس نايت افكابس الاستاذ نايت افكابس ده عندك روح رومانسية حساس والدنيا عندك رهيفة شوية الفترة دي شكل حب جديد والله اعلم بس على متن جديد او قديم فانت حاسس برومانسية يعني حتى الناس اللي مرتبطين بقالهم فترة حاسين بحالة رومانسية وقلبوهم وهيبط في اتفاق على حاجة هيحصل مع الشريك واتفاق نحو المستقبل الناس اللي لسه ما اتبطوش رسميا ممكن يكون تبهيز يعني للارتباط الرسمي الناس المتبطين برضي يعني انهم الانواع بتفكروا في حاجة نحو المستقبل المعزراء ماسك على حاجة مش عايز يبديها يعني ممكن يكون اهتمام ممكن يكون مشاعر يمكن يكون فلوز في حاجة ماسك عليها بس لانه اتقرص مش في حاجة يعني هو اتقرص من موجودة فمش عايز يبدي ممكن ماسك على صفحة هو في موقف دلوقتي ان هو ماسك حاجة ومش عايز يبديها شكل الاتفاق فعلا فيه عيلة جديدة يا جماعة سعادة في حالة سعادة الحمد لله الناس اللي مطبطين مش عيلة جديدة ولا حاجة فهم في حالة سعادة الحمد لله او بداية عيلة ده ناس يعني خلص بتزبط لجوز بيبنوا عيلة يعني العزراء برضو قوي الفترة دي ممكن احساسة للطاقة الايجابية اللي عنده والسعادة اللي هو فيها دي محسن هو قوي وابقى حكيم كده وبيعرف يوزن الامور كويس وعنده حكمة كده والدنيا حلوة قوي مش عالله قريتا الجميلة يا عزراء في حاجة منتظرة كان مستنيها بقى له فترة ممكن هنشتغل عليها حط فيها مبهود كبير قوي هتبتدي تبان بقى عن نتائجها دلوقتي او خير عملناك حد قبل كده بيت رضرنا دلوقتي تم عارفين ماذا يعني خير تعمل هتلاقي خير شر هتلاقي شر فهو ان شاء الله البيت خير وان شاء الله هتحصوكه دلوقتي حية الرومانسية اللي العزراء فيها ما تمنعش برضو من قوته ثباته king of swords شخص ذكي محبوب قوي قوي جدا برضو عقله و عقله في ايدي يعني عقل هو اللي بيماشيه برضو يعني العزراءات انا بيحب بقى عنده مش هيكلة زيهنا يعني طبيعي بس يحب العقل يعني اللي بينفد انتباهه بيشد انتباه العزراء لازم بيوم العقل القوى ويملاب مظبوط يعني مش قاية كلامي وهيسمع خبر حلو فيني خبر حلو انا مش عرف احلى من كده ايه بس يعني في خبر حلو انا مش عرفش اريح حلو بالحلاوة دي الاريه حلوه جدا يا عزراء هلخصها بسرعة تستميلي يا دودي العزراء مروض شخص مظبوط بعقله كده يعني بحماية وبطريقة كده يعني very gentle مساكل على حد قوي جدا او حد زون وفوز او حد ديه صوته علي يعني ممكن يكون مثلا قب جديد يعني من قصدي همتم روضينه بشوية زلعة كده وحماية مغامرة جديدة ان شاء الله داخلين عليها في حالة رومانسية كده وشعور بالرومانسية في عيلة جديدة او عيلة سعيدة في قوة وثبات وحالة ثقة في النفس كويسة جدا وبرضو بنات قوية عزراء لما بتبني حاجة بتبنيها مظبوط يعني بناها ما بيقعش ان شاء الله خيلي لك ان شاء الله عملت بحد بتردلك او حاجة انت مستنيها ان شاء الله حد ديلك محبوب دلوقتي وسط الناس والكارزمة بتاعتك كده عالية وحادثنا الخبر حلو كمان يعني عزراء ما شاء الله شوهر ده حلو قوي ما شاء الله عندك بإذن الله يا رب يعني مسائل فل طيب يا من المرسي جدان ديكي حبيبتي وعلى المصيحة الحلوة دي الحمل القراءة كانت موجودة ادو عقل وكتعلن بس اتمسحت وقت لما الصفحة كانت فيها مشكلة الجوانة اللي مسحته بإيديه بس ان شاء الله هعمل قراءة تاني بس شوية جده جرج الجد يتقالم بارح يا غاية والله يا جوليانا يعني ما اللي تبينه يعني كبات لا انا شايفة كبات لا ان شاء الله في ارتبوصك التور هنصوط له تانية صفحة حاضر فاطيمة حبيبتي لا مش متأخرة ولا حاجة انا لسه في المجموعة الاولى دي المجموعة الاولى يا ثانية حاضر مسائل فل اهلان يا احمد اوكي التور تكلمني عن الجدي ساربيل اتكلمت عنه مبارح موجود على الصفحة حبيبتي تلك فول طبعا اتنورتين يا سارة وانتي بقالت خير يا حبيب ان شاء الله يا دعاء بشكرك حبيب اهلا بيك يا احمد يا مسائل وارد ادلو بليز قريب جدا فعلا جدا مرسي هدير معايا الحاجة حياتي كلها مش تمام انا ببتاك ايام دي بجد نفسياتي مش مزدوط فاطيمة انت برج العزرق بس الكل عزرق قول المجموعة الاولى بس احمد دي المجموعة الاولى بس وعايز اقول لكم موضوع تقسيم المجموعة ده مش شرط ينطبق على مجموعة كلها ممكن انت تكون مجموعة اولى وتنطبق عليكم مجموعة اراية مجموعة ثالثة انت ستل جوه العزرق تقسيم قصدي فاللي حيسمع القرية اكتر قرية هتبقى قريبة لحالك ودلوقتي يبقى هي دي القرية اللي مزلوطة معي ان شاء الله يا رب بازن الله ما شاء الله قريةكم حلوة اول لسه واحدة اللي دلوقتي مقرات العزرق بتاع الشهر اللي كانت حصلت بحزف برنها بالضبط يعني الحمد لله سبحان الله والحمد لله العزرق يعني لا جدا ما احنا بنقولها هو يعني بنقوله انا بقوله ويفليكي ليه يا شايمة طب يا جماعة ما شاء الله كتير قوي ومش حال حقارة كل ده بسه قلبي على جواز مش عارفة ليه قلبي على جوزاء اه ها 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 هو انتم يعني لأ لأ بس البوزاء يختلف يختلف شكلا ومضمونا طيب تعالوا بقى نشوف الحالة العاطفية بتاعته ايه مع ان شكلها حلو شكلها حلو بالنسبة للناس حاسها اكتر ميلة الناس دي دي دا يعني علاقة دي دا نشوف بقى الناس المتبطة بقى فعلا عم بقالها الفقرة دي اخبارها ايه سال الله الخير يا شاهنة خستق اشتركوا في القناة طيب ايه اللي بيحصل بقى بصو الناس اللي مطابقة بقالها كتير احلى صباح عليك يا زينب العزراء حاسست بي نفسه في توازن لقى هو نفسه عايز توازن اكتر مش حاسس ان هو العلاقة متوازنة كفية يمكن شايف كالعادة ان هو بيدي اكتر او بيهتم اكتر والشريك مش بنفس القدر يعني نفسه مش عارفة هو حاسس انه الريتن بطيء في العلاقة هو الدنيا مش بطء شوية او وقفة او يمكن عايز هدف معين هو عايز سرعة شوية عايز الدنيا يبقى فيها الاكشن اسرعة شوية اا شايف شريكو ازاي شايف شريكو ما بيعمش حاجة ما بيعمش حاجة خالص يعني يوقف مكانه خدا اللي بيصد ولا بيرده زي ما بيعمش حاجة خالص الطاقة فيها تعب طاقة فيها تعب تعبان تعبانين من اتنين على فكرة الشريك عايز ايه هي طبع شكل الدنيا وقفة مش عاكة دي مشاعر وقفة او ايه ايه المتعطل بالزكس هو نفسه لحاجة لابدور شوية برضو يتيجي باكي حرقة نفسه ما يبنش ضعفه قدامك مش عايز ضعفه اللي انا عايز يبن قدامك متماسك وقوي شايفك ازاي شايفك بتديه حاجة من غير نفس يعني انا شو انا حسيت الكاتب ده كده ان انت بتعمل الحاجة وانت اتلقى بتعملها وخلاص مش راضي مش مبسوط مش بتعملها بروح كده اللي هو انت فعلا عايز تعملها بتعملها من وراء قلبك يعني طيب ايه اللي بيحصل الشهر ده ايه اللي بيحصل الشهر ده ايه اللي بيحصل الشهر ده انا شايفة ان الدنيا حتوزبط يعني ليه حتوزبط فيه هنا اه ضمن بس او انتو مش نقصين بط يعني انتو الوقت نحن العملية عندكو نايمة خالص العلاقها نايمة اه فيه هدوء في حالة هدوء وحالة سكينة وكله سيفل كده في حالة اه يعني بس دي حالة استقار انا شايفة ان الدنيا مستقرة ولا معرفش الهدوء ده ده هالهدوء قبل العصفة ولا ايه بالزبط بس انا شايفة حالة هدوء كوين اف كابس بتقول انو اه تذكير بالعقل يعني باصين على العلاقة بعقلكو تماما منحين المشاعر ودي عادتك يا عزراء دايما انو انت بتنحيي المشاعر ومش اه مش بتفكر مش عرض خالص بتفكر بقلبك بس وباصيس بقى العلاقة ده عمال تقيم فيها وبتعيد بقى القديم والجديد بس انا شايفة تغيير هيحصل انتقى بجيدة داخلا اه وحتمد العلاقة بشوية اه شوية بوزيتيفتي يعني الموضوع هيبقى فيه شوية بوزيتيفتي شوية اللي هو لا يا جماعة مش قوي كده قديني حتمش ان شاء الله اه مش عارفة يمكن تكونوا قيتوا بورجين من النوع الهادي اللي عزراء مش عايز يواجه هي دي المواجهة اللي هو مش عايز يواجهها اها مش عارفة بس اه هو معابي العزراء معابي يعني هو جواه حاجات كتير جواه حاجات كتير عايز يقولها فجواه هادي يا عزراء قول بس بالراحة يعني من غير بس مشت ربنا ان شاء الله يعديها على خير وبطاقة التعب اللي العلاقة فيها دي بإذن الله تعدي بسرعة ان شاء الله تعدي بسرعة اللي هيسألنك انتصال لما كيش انتصال مفيش بعد ولا حاجة خالص هو بس حاجات متهرقنا يعني هو واضح ان فيه حاجات مشهرقنا بس عندكم اوكي جانا ساء الورد اللي تحكي كل شخص بسرعة بسرعين يا نور بشكورك حاجتي سعلا هدوء قبل العسفة اللهم احفظنا ده انا اوكي طب شروفنا ان شاء الله مفيش عسفة صحيح كتن كتير هو بقى المشكلة في كتن بقى يا جماعة او حاش حاجة لان بتلاقي فجأة آآ شديد بقى يبس يلاقي انفجار هاو مش فاهم خير اللي حصل هاو مش فاهم حاجة ياريت تحاولوا الحاجة بانضيقاتوا اول باول تطلعوها والله العظيم ده احنا يعني اوس راسك بحمل الله اه سلامتك يا فاطيما ان شاء الله الدنيا حتى بقى كمسة ان شاء الله وليت بقى كويسة بس خرجوا النجوات كده ايه طريقة ثلثة كده بالراحة بالراحة ان شاء الله كل حاجة تبقى كمسة مش شايفة بعضي مش شايفة انتصار ولا ايه حاجة من الحاجات دي خالصة متنال كده متيك خبر حلي لا بص يا اميرة الاراية الجانرال بتاعك العزراء يعني مش عايزة كلام لو فتاتك بيخش يسمعيها تاني طحفة ما شاء الله انك حق فعلا انا عزراء كويس يا فارح يا علم بنتي جدا ان شاء الله بإذن الله هتتطمني عليها وكل حاجة تبقى كويسة وممكن ان تكون تدلو الحوت اتقال يا حيام نوجود في الصفحة ودلو هنقول قريب جدا اهلا منك يا خالد هي حكايت كوريت مالها بتقع كتير النهاردة ليه ثانية واحدة يا جماع اه اه ربان ايه خليها لك يا حنالو ان شاء الله تفرحي بيها وتطمني عليها كل كلام صحبه شكورك يا ساسو طيب يبقى عرفنا المشكلة ايه اللي عزراء معبي وكاتم في قلبه وهو ده اللي عملي المشكلة بيعمل الحاجة تعالى من وراء قلبه ومن دول نفسه متعبان متعبان في العلاقة هلا بالنجوة هترتاح بس بالراحة كتابة بس يا احناد مجرد ان انت تطلع لجواك سواء قدامك فهم او مفهمش انت ارتاحك صدقني دي عم تبروه تهبه ويريده ما يفهم يعني احسن انهم يفهمش مهم انت تطلع في لجواك ورتاحك حاضر يا ألز حاضر هشوف رسالتك حديثي ان شاء الله ورد عليك انفصل مع هكدا مش شايفة برد انفصل ازاي يبقى مش انفصل نهائي ان شاء الله يا بوس بوس يبقى ان شاء الله مش نهائي خنائة يعني خنائة وان شاء الله هتروحي اوكي كلش صح بشهرك يا مباركة مباركة وان شاء الله تقرأ الاسم اللي بعرفتك تعمل شوك المبنوعة التانية من برج الجوزاء بتبتدي آآ سوري برج العزراء اسفل برج العزراء من واحد لحد عشرة سبتمبر نشوف بقى من واحد العشرة اخبارهم ايه يلا برج العزراء برج العزراء برج العزراء اشعر ا barriers من المترجمين برج العزراء العزراء في المجموعة التانية عنده شيلة اكبر منها. بمعنى هموم او مشاكل العصيان زي ما قلنا ده ترمز للمشاكل والحمول. مسئوليات عقبات الحاجات اللي مش ظريفة دي. الشيلة تقليد تقوي عند العزراء الشهر ده. مش عارف يرفعها. لو سمحت يا عزراء. الحاجات اللي مش مهمة ارنيها. وطر المساعدة. يعني المساعدة هتفيدك. برضو زي ما قلنا يعني احساسه العطفي عالي الشهر ده العزراء رومانسي وعايز مشاعر يدي مشاعر ويستقبل مشاعر. مركز مع المشاعر الفترة دي. جيد انجويت. فيت عملية تحول وتحصل عند العزراء. موت لشيء. ولادة شئ جديد. الموت اهو. والولادة لشئ جديد اهو. الشمس بتطلع تاني. في قلبان. في حاجة بتتشقلب. ترانسفورميشن. بمعنى. حاجة حتختفي خالص. بظهر محلها حاجة يعني ممكن يكون. آآ موت آآ او تحول. مش عارف اقوله اي. حاجة حاجة. عايش بيها فترة يعني. حاجة طويلة وراحت. يعني بتراح وترجع مكانها يعني بتفلد مكانها حاجات عاملة. طاقت الامر. حلوة جدا. طاقت برضو هدوء وسكينة. مستكين العزراء في الحالتين الحمد لله. مش متنورد ما عندوش عصبية ما عندوش الحاجات دي الدنيا عندو الحمد لله هدية. آآ وفي حالة روحانية كمان. ممكن يزود عباداته او بيتأمل في حالة آآ خدوق كده وسفاء عند العزراء. بس عايزة انا بديل العزراء لان فيه شخص وراه متربصه. شخص قريب عكا قويس وعارف كل تحركاتك. آآآ العزراء اللي ليسا ما تجوزوش فيه دا هيرفينت دا زواج. ممكن زواج. ممكن يكون بيمر بموقف صعب. هو حاليا جوه الموقف جوه موقف صعب. آآ. انا ميلة اكتر من موقف صعب. معلش. انا ميلة اكتر ان هو يكون موقف صعب. آآ بس ان شاء الله هتعزي مني. في شوية حيرة. حيرانك تتخاذ قرار معين. او انت صابق كل تركيزك في حاجة ركسية جميل جدا جدا. وبدأت بيهمل حاجات تانية. آآ وزع طبطق مزبوط يا عزراء. علشان ما تهملش حاجة وراكب. انا شواخد بالك آآ تتراكم عليك يعني. انا شايفة ان الحمول اللي انت عندك دي او يمكن تكون حمول او مشاكل ده هيبقى ردك لها. حاجة من الاثنين. اما ان هي الحمول نفسها هتخلص وحتبتدي لعصفها تزول. وتبقي تخش في مرحلة اكسر هدوء واقل وطأ يعني من الحمول. مرحلة هتعدي يعني خلاص هتخلص بسرعة. او انك انت اللي تختار انك انت تبعد. لا انا ماشي بقى وزينا انتو شايفين واخد بعض وماشي وهدي بقى كل الحاجات دي داري لان انا خلاص مش اقل. مش اقلة تقيلة يعني كامل دي مش اقلتك مش قادر عليها فتروح سايبها ورات وماشي. فهم حاجات من اتنين. هيبقى باختيارك يا اما هو الوضع نفسه هيبش بيت كده. بس في الكبتة الحالتين المشاكل هتقل والاعباء هتقل.